يبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خليجية تشمل قطر والسعودية وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون هذا من المقرر أن يترأس الوزير شكري غدا في العاصمة القطرية الدوحة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر تتناول اللجنة مختلفة أوجه العلاقات الثنائية فضلا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهديئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع ترجمة نانسي قنقر